موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة اخبارية مفصلة من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأمرز العناوين موسيقى وزير النفط يعلن مشاريع تطويرية جديدة في قطاعي الغاز والمشتقات النفطية بحضر موت موسيقى وزير الاعلام يدين بأشد العبارات محاكمة ميليشيا الحوثي أربع عام من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعية موسيقى موسيقى موافقة سعودية على منح كامل حصة اليمن من الحجاج والاشتراطات صحية أو عمرية في الحج القادم موسيقى موسيقى محافظ حضر موت وجه بإقامة فعاليات علمية وثقافية للاحتفاء بذكرى المقاومة الشعبية للغزو البرتقالي لمدينة الشحر موسيقى من العناوين للتفاصيل أهلا بكم كشف وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد أشماسي عن مشاريع تطويرية جديدة للوزارة في قطاعي الغاز والمشتقات النفطية وعقب افتتاح مبنى منشأة خلف النفطية بالمكلة التابعة لشركة النفط بساحة لحضر موت بعث وزير النفط رسائل اطمئنان للمستثمرين مؤكدا وجود شركات للخدمات النفطية تعمل بها خبرات أجنبية تمارس عملها باطمئنان في حضر موت وشبوة ومأرب هذا ويتكون المبنى الجديد للشركة من ثلاثة أدوار ويضم إدارة المبيعات والأمن والسلامة والمنشآت النفطية مزودا بشبكة بيانات وغرفة تحكم للمساهمة في تسهيل معاملات وقلاء المحطات وتطوير العمل بالشركة طبعا افتاح مبنى كان في هذا اليوم شيء طيب وجيد انتقلت له تكنولوجيا جديدة وكوادر متميزة تعمل بهذا القسم بهذه الدائرة ودائرة المنشآت دائرة المبيعات ودائرة المنشآت ودائرة السلامة في هذا المكان كوادر متخصة ومتميزة ومتدربة بشكل جيد ولازمنا نهتم كثيرا بمجال تدريبهم نقلة نوعية في العمل الأولى الإداري والإلكتروني وثاني شيء نقلة مبيعية في توسع الشركة توسع مبانيها وبناء مشاتها عندنا مشاريع طبعا عندنا مشاريع في بروم زي ما صرحنا المرة الماضية إنشاء الخزانات في طريقها نحملها من دبي وفي مجال الغاز ومجال المشتركات النفطية لدينا مشروع نقل الخزانات المكلة نستكمل إن شاء الله خلال الثلاثة الشهر الأولى من هذا العام نستكمل الدراسة ونبدأ بإعلان المناقصة خلال شهر أبريل أو مايو ونبدأ العمل خلال هذا العام بشكل أولي في نقل هذه الخزانات إلى جانب الخزانات ننشأها الآن فننتعي للمناقصة في سيئون 20 ألف طن بمن خزانات لدينا خطط كبيرة في الوزارة في حضرموت نسعى إلى جذب الاستثمار في إنشاء مصفاة في حضرموت ومنشآت الغاز المنزلي LPG في المسيلة إلى جانب مدينة صناعية لصناعات النفطية والصناعات الأخرى طبعا نحن دائما رسالتنا دائما لطمئنا لكل المستثمرين ولدينا شركات أجنبية تعمل في البلد كان في شبوة في حضرموت وشركات خدمات نفطية دولية تعمل حتى في مقرب وتعمل في المسيلة وفي منطقة شمال حضرموت في منطقة قعوضة وفي شركة كالفالي كلهم فيهم أجانب يشتغلوا بشكل جيد بشكل مطمئنة بمسألة عملية تصدير النفط الخام بعد ضرب الميليشيات الحوثية للمنصة التصدير لدينا القدرة أيضا على التصدير والقريبة العاجلة لخبار طيبة إن شاء الله لهذا الشعب اليمني حقيقة نحن مسرورين ليفتاح هذا الصرح ونقل العمل إلى عمل آلي وإكتروني أفضل من السابق لرفض المحافظة بالخدمات النفطية كاملة والكوادر أيضا ولذلك أيضا نحن سعداء قبل أن نقول وجهنا شركة النفط بنقل هذه الخزانات حتى يزال الخطر من المدينة وأيضا تخفف على المدينة شدة الأزدحام فالأخ الوزير كفانا تجشم هذا العناء وصرح مشكورا بأنه خلال هذا العام سيتم نقل هذه المنشآت التي دائما نعتبرها عقبة كبيرة أمام تنفس هذه المدينة وتطورها وأيضا إزالة الخطر لأنها بمثابة خطر شديد على مدينة المكلة فلذلك نحن سنسعى معهم أيضا جاهدين لنقل هذه المنشآت من هذا المكان إلى مكان آخر أفضل يساعد على الانسيابية في نقل المشتقات النفطية من وإلى المكلة وهذا طبعا يسعدنا ونبشر بناء محافظة حضرموت جميعا اطلع وزير نفطي والمعادن سعيد الشماسي ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلة على الأضرار التي خلفها إعصار تشابالة على كورنيش المحضار السياحي بمنطقة خلف وتدارس الوزير والمحافظ آلية إعادة تأهيل ما شهده الكورنيش من أضرار لإعادة تأهيل الموقع السياحي الجميل في منطقة خلف المطلة على بحر العرب وجرى الاتفاق على إعداد دراسة للمواقع المتضررة لإعادة تأهيلها ويعد الموقع أحد أهم المتنفسات بالمدينة ويحمل اسم الشاعر الكبير حسين المحضار الذي حققت قصائده انتشارا واسعا محليا وخارجيا أدان وزير الإعلام معمر الأرياني واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بمحكمة أربعة من مشاهير التواصل الاجتماعي بتهم وصفها بأنها كيدية وملفقة بعد أسبوعين من اختطافهم وإخفائهم قسريا على خلفية انتقادهم لإفساد المليشيا والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها وأوضح المعمر الأرياني أن تلك المحاكمة الصورية في محكمة غير قانونية امتدادا لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين منذ انقلابها وجرهم للمحاكم وإصدار أحكام أعدام بحقهم بهدف منعهم من نقل الحقائق والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين وأشر الأرياني لأن مشاهد المحاكمة على خلفية الآراء تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في استنساخ ممارسات نظام طهران من اختطاف معارضيها وإخفائهم قسرا وتلفيق التهم لهم كما تؤكد أن العاصمة المختطفة صنعة ومناطق سيطرة الميليشيا ليست بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي والأعلامي ولكل صاحب كلمة رأي وموقف من ممارساتها ترأس وزر الأوقاف والإرشاد محمد عيضا شبيباب وفد بلادنا المشارك في فعاليات مؤتمر ومعارض الحج والعمر الدولي المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة ما يقارب من ستين دولة حول العالم ووقع الوزير اتفاقية تاتيب الحجلي اليمنيين مع الجانبي السعودي نتابع أعمال دؤوبة وجهود مستمرة تقوم بها وزارة الأوقاف والإرشاد وقطاع الحج والعمرة لخدمة حجاج ومعتمري بلادنا واختيار وتقديم الأفضل لهم هنا معرض الحج والعمرة الدولي في جدة على بعد كيلومترات قليلة من المشاعر المقدسة أكبر معرض على مستوى العالم والذي خصص لطرح الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويعد بوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بمنظومة تطوير الحج والعمرة من أجل ذلك وتمهيدا لموسم حج 1444 هجرية وضمن هذا المعرض الذي ضم أكثر من ستين دولة حول العالم للمفاضلة واختيار الأنسب من الشركات المعنية لتقديم الخدمات للحجيج وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيظة شبيبة رئيس وفد اليمن في المؤتمر وبعد توقيعه اتفاقية ترتيبات وإجراءات الحج مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ولقائه بوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيع الذي بدوره أكد على تذليل كل السعاب في موسم حج 1444 هجرية لكل الوفود المشاركة ومن بينها وفد بلادنا من أجل تجويد الحج وتذليله أمام من استطاع إليه السبيل من أهل رسالة من بين أطهر بقعتين في الأرض مكة والمدينة بجوار مسار هجرة الرسول اللهم صلي وسلم عليه والذي كانت هي انطلاقة هذه الرسالة العظيمة إلى جميع أنحاء العالم نلتأتي معكم وأقولكم أهلا وسهلا بكم جميعا كما أعلن شبيبا عن حصة بلادنا لعدد الحجاج البالغ عددهم 24255 حاج وحاج كموسم خال من أي قيود صحية أو عمرية وهي حصة بلادنا التي كانت في السابق قبل جائحة كورونا وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش لفت إلى أن هدف الوزارة في هذا العام تقديم أفضل خدمة للحجاج وتلاف الأخطاء والسلبيات التي حصلت في المواسم السابقة ولا بد أن يكون الحاج اليمني كعيره من بعثات دول العالم وأن تكون الخدمات الخاصة به سهلة ومريحة الخامس عشر من شهر شعبان 1444 هجرية هو آخر موعد لإبرام العقود مع الشركات التي ستقدم الخدمات للحجيج من كل بقاع الدنيا ليكون موسما فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى أقر لقاء عقد بالمكلة برئاسة محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بشأن الثقافي والتاريخي لإقرار مقترحات وتصورات لفعاليات ثقافية وعلمية وفنية الاحتفالي أو للاحتفاء بالذكرى الخمسمائة للمقاومة الشعبية للغزو البرتغالي لمدينة الشحر التي توافق ما بين الثامن والعشرين من فبراير المقبل وأكد محافظ حضر موت خلال لقائه قيادة مكتب الثقافة بساحة لحضر موت ومؤسستي حضر موت لدراسات التاريخية وحضر موت للثقافة أهمية تنسيق الجهود والتكامل لإنجاح هذه الفعالية التي تعنى بحدث مهم في تاريخ مدينة الشحر وحضر موت موجها بضرورة أن يستوعب برنامج للفعالية ندوات علمية وفعاليات أدبية وتاريخية وفنية تعكس أهمية الحدث وتوثق للأجيال بطولات الملحمة الشعبية وتاريخ المدينة العريقة التقى وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري بمدينة سيون مدري عموم المدريات الصحراوية بمحافظة حضر موت وبحث اللقاء تفعيل عمل الإدارات والمكاتب الحكومية في المدريات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وسبل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وفي اللقاء شدد الوكيل العامري على قيام كل مسؤول بمهامه من خلال الوجود المستمر والقريب من المواطنين للمساهمة في حل قضاياهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بمناطق ودي وصحراء حضر موت كافة وعطاء كل مدرية حصتها وفق مصوفة المشاريع المرفوعة وأولويات الاحتياج ضمن خطة التنمية العامة للمحافظة دشنت بجامعة سيئونة الندوة العلمية الأولى بعنوان نحو مواجهة التحديات الراهنة في مجال المال والأعمال وعرضت خلال الندوة ثمانية عشر ورقة بحثية في مجالات علوم المال والأعمال للمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة بحثين من جامعتين شعيب بالمغرب وصومي بالهند وفي افتتاحية الندوة أكد وكيل وادي حضر موت عامر العامري ضرورة الاهتمام بتطوير العمل الإداري والمالي مشيرا إلى أن الأزمة الحالية أزمة إدارة مال وأعمال وأزمة إدارة فكر أن المجتمع اليوم يعول كثيرا على مثل هذه الفعاليات العلمية الحيوية بدورها رئيس جامعة سيئونة الأستاذ الدكتور محمد عشور الكثيري كلمة أكد فيها أو أكد من خلالها أهمية قيام مثل هذه الندوات التي تحقق أهداف واستراتيجيات الجامعة في البحث العلمي وخدمة المجتمع أقامت مدارس حضر موت العالمية بالمكلة حفلا تكريميا للتصفية النهائية بالمشاركين في المسابقة السنوية للقراءة بمنافسة من عشرين طالبا وطالبا من طلاب مدارس حضر موت العالمية نتابع أعز مكان في الدناء سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه هكذا قال المتنبي وههم الجيل الذي يسير على دربه يجلسون على طاولات القراءة حيث أقامت مدارس حضر موت العالمية الحفل التكريم للتصفية النهائية للمشاركين في المسابقة السنوية خير جليس لتحدي القراءة النسخة الأولى لطلاب وطالبات الصفوف العليا هذه التجربة الرائعة جدا تشجع الطلاب على القراءة الحرة على اختيار الكتب التي يرغبون في قراءتها على الاستفادة منها تلخيص هذه الكتب الخروج بأفكار معينة من هذه الكتب معارف عامة تنمي مداركهم تثقفهم ترفع مستوى أدائهم اللغوي تقوم قدرتهم على المحادثة والمحاورة مع الآخرين هذه تجربة جيدة جدا نتمنى أن تكون عامة في مدارس تعليم العام سواء كانت تعليم الأساسي أو الثانوي من أجل تشجيع الطلاب على القراءة الحرة الحفل التكريم احتوى على عدة كلمات وفقرات أدبية إلى جانب التصفية النهائية التي ضمت نخبة من طلاب وطالبات المدرسة حيث احتوت التصفيات على مرحلتين ضمت عشرين متنافسا ومتنافسا وجرى في نهاية التصفيات تكريم الفائزين في المسابقة بدروع التفوق والنجاح وكطالبة في مركز الأول هذا الفضل يرجع كله لله ولأهلي وطبعا للمعلمين استطعت قراءة عشر كتب خلال الشهر كيف استطعت قراءة عشر كتب خلال الشهر؟ طبعا وضعت خطة للقراءة والتزمت بها وضعته في كل يوم ساعة لقراءة والحمد لله أكمدت قراءة عشر كتب وكانت التجربة جدا جدا جميلة القراءة هي دائما شيء مفيد وشيء جميل إن كان بمسابقة أو لا المسابقة كانت شيء تحفيزي لكل الطلاب إنه يقرؤوا يعني نحن نقرأ مش من أجل المسابقة هو من أجل الاستفادة من أجل تحفيز النفس من أجل الثقافة فما يكون الهدف من القراءة هي الفوز فحسب ولكن الإفادة والثقافة وزيادة المعلومات القراءة والكتابة هي النافذة الأساسية للتعليم كونها تنشؤ جيلا مثقفا ووعيا وفاهما لجوانب الحياة فمن هذا المنطلق عزمت مدارس حضرموت العالمية على أن تجدد مسابقة القراءة كل سنة فالقراءة غذاء للعقل وحياة للفكرة محمد بن فضل لقناة حضرموت الفضائية المكلة ولان ننتقل لأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختام النشر اليكم تذكير بابرز ما جاء فيها من اما وزير النفط يعلن مشاريع تطويرية جديدة في قطاعي الغاز والمشتقات النفطية بحضر موت وزير الاعلام يدين باشد العبارات محاكمة مليشيا الحوثي اربع من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي موافقة سعودية على منح كامل حصة اليمن من الحجاج والاشتراطات صحية او عمرية في الحج القادم محافظ حضر موت وجه باقامة فعاليات علمية وثقافية للاحتفاء بذكرى المقاومة الشعبية للغزو البرتقالي لمدينة الشحر السادة والسيدات وصلتوا وياكم الى ختام نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتحضر موت في دمتم في امان الله